جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ايه جهاز الخدمة الوطنية جهاز الخدمة الوطنية بيعمل ايه جهاز الخدمة الوطنية ده الجنود اللي فيه والموظفين اللي فيه من خارج الوعاء التجنيدي يعني مش عسكري جايبينه من التشكيلات ومن الوحدات ومن العناصر التي تقوم بالدفاع لا ده القوات المسلحة خدت اللي هو القوات الجنود بتوحها متبقح نحن عندنا إحنا 100 مليون مش هناخد كل الأعداد في القوات المسلحة فناخد جزء منهم بيروح لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية يشتغل بقى حضرتك يشتغل في المشروعات الانتاجية مثلا الآن الدولة بتقوم بإنشاء مزرعة شوفوا بقى ساذة أميرة قدي مليون رأس مليون رأس الدولة بتقوم بإنشاءها دلوقتي المليون رأس دولة لهم إنتاج من الألبان سيتم عمل مشروعات عملاقة ومجازر لهذا إحنا عندنا كم منفذ بيع للقوات المسلحة 990 منفذ أكتر من كده فن أكتر من هذا الرقم لأنه في كل الميادين يعني فيه منافس بيع متنقلة وفيه منافس بيع ثابتة وكبيرة وفيها كل حاجة بالإضافة لإيه لسلاسل أمان التي تقوم بها وزارة الداخلية وزارة الداخلية برضو بتحافظ على الأمن القوم هي كمان وعرفة أن الناس بتعاني وزارة الداخلية عندها 700 منفذ ثابت للبيع أمان بلسا مشوف أمان ليه لأن ده الأمان جاي من الأمن جاي من الأمن الشامل من الأمن القوم بالضبط وبعدين عزة أدري يعني وزارة الداخلية بما أننا جبنا لسرتها ليها 700 منفذ بيع بتبيع من خلاله ده منافس ثابتة بس مش كفاية ولها 134 منافس بيع متنقلة يا فندم مش كفاية احنا عاوزين أنا بس عايزة أقول للناس أن هي ممكن دلوقتي أنا لو حاب أنزل أشتري دلوقتي تروح فين تجيب بسعر كويس كل ميدان وكل منطقة إن كانت حتى المناطق الراقية هناك سلاسل لتوزيع المواد الغذائية في وزارة الزراعة كمان في وزارة الزراعة عندها 253 منفذ بيع في المحافظات بتوزع من خلاله المنتجات بسعر كويس بس أنا عاوز أقول لحضرتك برضو يا سيدة أميرة إن ده ليس كافيا المفروض إن احنا كمواطنين أول حاجة نهتم بالفلاح المصري لأن الفلاح هو اللي بيورد كل الانتاج الغذائي وانتاج الألبن الموجود أنا بحس إنه محتاج توعية كمان